رغم مرور أكثر من ست سنوات على العملية العسكرية في الموصل إلا أن سكان المنطقة القديمة ما زالوا يضطرون للسكن في منازل مقابل دفع إيجارات أثقلت كاهلهم ولسيما في الجانب الأيسر من المدينة بسبب عدم سماح الحكومة لهم بعدة بناء منازلهم المقصوفة والمدمرة نحن هنا مدمرين، هل كانين خمس سنين، نحن ست سنين فتصنا من الإيجارات ولا أحد جاء سأل عنا، يقول هذا إيشار يأكلون، إيشار يجومون، إيشار نعيشين نحن همشي بالحياة البيت، أنا استعمل مئة سنين بعد ما تقوم بإيجارة البيت أنا خمس ستين سنين استعملت وعملت هذا البيت بعد حد ما أحد عمر، كلها دمر كامل بعد رجعت العالم على ذلك الجانب إيجارات قاعدة، إيجارات صعبة وغيرا ما أحد بناء، ممنوع البناء بعد سكان الموصل أكدوا أن الحكومة لم تطلق حتى الآن التعويضات المالية لهم رغم مرور أكثر من ست سنوات على تدمير منازل هم الأمر الذي أفقل كاهلهم وسط أزمة غلاء غير مسبوقة تعيشها الموصل نعاني من المعانات، بالإيجارات، متبهدلين يا أخي، رأسنا جاغا الشاب وهك إيجار، وهك مولدة، وهك مصرف بيت، وهك هذه وبيتنا هنا أراضينا مسيبة، لا يبقى يخلوننا مثلا نبني ولا يخلوننا مثلا نطلنا تعويض منا حتى نجي عمر ليش قاعد بيجار؟ نجي هذا بيتي، وذولي أهلي وناسي، وحبابي منطقتي مكامات إيجار أزدت بيتي، بلوكيزت بيتي هي أمنيات ألقاها سكان الموصل بعادة إعمار مدينتهم ومنازلهم وأطلاق تعويضاتهم التي طال عليها الزمن وسط تجاهل حكومي لملف أصبح واحدا من الملفات المزمنة والمعطلة من قبل حكومات متعاقبة بكتلها وأحزابها وميليشياتها ما جعل ملف إعادة إعمار مدينة الموصل حبرا على ورق